على مدى شهور كانت هذه المناطق مسرحا لعمليات ميليشيا الحوثي واليوم رويدا رويدا تحاول تطبيع أيامها وتعود الحياة إليها ببطء لكن مع كثير من المخاوف والحذر على بعد 20 كم إلى الشمال من مدينة المخى تقع قرية الرويس ووادي الملك التي غادرتهما ميليشيا الحوثي قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر وخلفت فيهما دمارا واسعا وأحالت بيوت ساكنها إلى خراب وأطلال لا يقدم بسبب ضرب الحوثة الخزان وتفقير المضخة المن ثانيا بدون مدرسة فقروا المدرسة تقضوا وراء مدارس وتفكرت بسببهم ثالثا لا وحدة صحية إذا سمح الله وحدث لأي طفل أو أم أو حامل شيء فالألغام تعيق السيارة التي تنقذ المريض بالإضافة إلى زراعة المئات من الألغام والعبوات الناسفة التي ملأت بها الميليشيا طروقات القرية وما تبقى من منازل المواطنين تسببت بنعدام الخدمات وتوقفت الأنشطة التي كان يعيش عليها المواطنون كالزراعة والرأي والصيد بعد تحرير القريتين وتقدم الجيش الوطني في الساحل الغربي عاد بعض السكان إلى منازلهم لكن أيضا كان الموت الذي خلفته الميليشيات في انتظارهم حيث وجدوا أنفسهم في حقل ألغام مهول لم تسلم من شره حتى دوابهم أما قريتهم الصغيرة فقد فقدت ملامحها وتبدل حالهم تماما من قرية عامرة إلى أنقاض وبقايا بيوت مفخخة تنذر بمزيد من الخراب الأهالي رقعوا من النزوح إلى المناطق لكن حصل البيوت مدمرة الآن هم في العراء لحد الآن ما الطفل بسبب أنه تعرض لأشعة الشمس والغبار ما فيش معاهم معوى لا مسكن الحياة بين زمنين هو ما عشته هذه القريتان وإن كان الفارق ضئيلا إلا أنه يمتد لعشرات السنين بالنسبة لمن تجبرهم الحروب على ترك أراضيهم وتضاعف الميليشيات من إفساد الحياة فيها حتى تقطع كل أمل لأهلها بالعودة إلى ديارهم بسلام موسيقى ترجمة نانسي قنقر